باركفا وسلام على عبادي الأمين الصفاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربنا اهدنا الله اجعل بنا لا تشمك بنا أعداءنا واجعلنا أعداءك واجعلنا ممن ملاي يردونك في كل أمورهم سرا وعالنا يا ربنا اهدنا إلى سبيل المشاهد أمين يا رب العالم الآن إن شاء الله تعالى ومتغيقنا الله نحاول نبينكم قطورة الهواء نبدأ بآية كريمة من شورة الجافة وما ترأى من جافة لا جميل الآية كذب عشر يقول الله فيها سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأظله الله على علمه وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصري رساوة فمن يهديه من بعد الله أبنى تذكروا أردنا سبحانه وتعالى نعم المربي خاصة لنبينا عليه الصلاة والسلام أفرأيت أي يلفت اعتباره إلى خطورة المسألة مسألة الهواء أفرأيت وأنا موجود معناه في تكتوفي كثير آيات الكريمة لآيات ونحن إن فعلكم المسلمين لابد أن نكتب أطبع النبي الكريم عن الصلاة والتصليم أفرأيت أفرأيت الصغارية أفرأيت كان طريقة التعليمية الزهوزية ثابت حسنوها وثابت نفائجوها حطي أفرأيت من اتخذ الإله وأوحس ولا كثير من الناس عربوا عشم وعبر التاريخ إلاهم ليس كما يقول الله بل إلاهم رامة أي مرورة المرضية التي تشهد على أنه في قبل الشيطان وفي إغضاب الرحمن سبحانه وتعالى لما أسفونا تحكمنا من يقول أفرأيت من اتخذ إله وهو وهي لقعد اليوم في جنسي العمل في أكثر نحس ربما لم يصبق الحالة اللي احنا فيها حال أخرى لم تصبقها حالة لأنه الأساس هيولة نشعة اتباع يهواء وتفنن في ذلك والماركوتين والنورمان وتين ودزال كل قابلته على إشباعنا يعني ولا حوام من هؤلاء يجب يقدر يثبت أنه على حقه أو أنه سعيد حقه هو يظهر أنه سعيد كان لعلا تنظر إدت على غيره الذين يعرفون الأشقياء وكذلك يمثلون مثل التمثيل حتى تنطلع على الآخرين وبذلك يجعل بالسعادة لأنه تطلق على غيره في المواربة وفي التمثيل وفي التضريب وفي تنبيس الأمور وهلوها وفي تنبيس 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 فرأيت من اتخذ إله وهواء يعني هو في ظلالة ويعلم ما هو اسمه رأى لماذا البشر يسلم منه كل هوية وكل حرية وكل حرص على مصر لماذا لأنه استدى يا رب رب العالمين وماذا شكدي وكام الأنصار لا يمكن أي عقل أن ينزلوا بأي من هو سواه مما اتخذ من أسماء ومما اتخذ من صفات لا يصد الله لا مفيد لها ليس كمثل شيء فلماذا البشر تنطلع لأنه يعني يعني إبليس يوس يسربه يخليه يمحك شيء من طبيعة البشر السليم سليم ضوية سليم سليم فكري سليم سليم كلامي سليم يعني هناكما على علمه يعلمه على خطاء مختار ضلالة على الرجاية وهنا ربي يقول على علم ويعرف يعلم أنه خاكل يوجد كله وعالم بغلالة هؤلاء أغلأ أي من اتخذ إله وهو وهو وأظل الله على إن وشوف ملا بعد الطبيلة ذا يجيب الشياطين هنس والجن يقول ربي ختم على سمعي يعني لب شخصيته ما يشعر أرق ليسجين بالقبض على الإمليسية والعلمية وختم على سمعي وقلبي وجعل على بصري غشار أي بصيرة عط معبكة أو غائبة أو مريضة أرجع يعني وجعل على بصري غشار فمن يهدي كان هذه كل الأمور لدرجة الخبيثة المرث ونعلم المرث لأن يطلق مجال ولي مستحيل أن يعالج بها عن طريق لدى ربي وأنا الحمد لله ثم تعدكي على معاني من صدق قولي والله ورجع إلى ربي واتخذ القرآن إماماً له ودستوراً له لكم حول الله خارجوا المأسق لهم يقول جميعهم وقلهم خادوا على صبحته قالوا ما عاش عنا من قول سيقول شديد فكرة ما عاش عنا من عمل لكن ربي رضا من خير أكصدوني مستمع إلي كلمة كلمة تهيزة لإمسان رزال في ملا جزء من شخصيته ملا جزء رحمة من الرحمن لأن شلطانه قلعت عن إمسانه لا تكدي ولا يرد فاستمعوا إلي لكل تعمق من صد وتركيز فعلموا أن هناك رضاة الله وأن لا يصنعوا إلا لقوم كذنوا فقصد الله وقصد ربي بقصد ربي قال رب يستذب لكم ورب سبحانه وتعالى قول النبي عليه السلام والسلام أن تنعسين بالإجابة أي قالوا بما يجب أن يكون مبين ملاء فأخذوا بالأسباب فحسن أحوالهم وهبب الله حياة دخرة قبل الأحية الأبدية في جنة السنة سيلا تطويل وجعل على نفس المساوة ومن يهديه من بعد لا أبا لتتذكر يعني ما تكونش شوية لا تتجيزون شوية منع تريحة من العقل أبا لا تتذكروا وتتذكروا بيه رب تذكروا اللي عندكم خالق رحيم بكم أراهما نبناش شيء لم تصلوا رحمة الله ووسعت محمد بكل شيء سبق 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 مكراته جمع لا يصل بالعقاب إلا على قصوة وإذا ما تورطت في حسان يا جان ما تورطت في الآثام تعلم أن الله يغفروا ولا يدخل العجاب ولا يكل ولا يمن سبحانه وتعالى مخزائهم ملئة بالمتاجئة السارة والخيارات البركة إن شاء الله وذكركم اللي بعض المرضى ألمس فيهم اللي الشيطان وطي يحب مصاحهم ليعمل معهم كل سبول التوريين وطي اختارنا الززء لنزال ناقي لم يمس من طلبه فيذين رأى الإنسان باتين بكل شغف وبكل جد وحب يسمع استمامي فإذين بيه لرأى حواله مرد أشياء ذكرت القرآن منها الشيطان كيف ينسينا ذكره يسل الله سنوه لأنه مجحوب قصده ولكن الشيطان دلهم بشي يختاروا ذلك ويجيك الشيطان خفية يراك من حيث لكراح ولو قدرة زعنمية نارية ولا أياه خفية ترنشيوز يعني مضرع يعني يحكيه لماذا هل المرضى هم أشياء تركاظ القرآن حيث الوسائس التي ذكرها الله يفضح الشيطان وقلنا يوعدون لكم يعتقدوا عدو وكل مؤمن يقول على هذه هذه الأدافة يعتقدون العدو الحقيقي عدوا في قولي وعملي ونويه ومخيره وراء كذلك من قولهم أن الله بعث لهم حين بقت فيهم الجبوة ذيكا الرحمنية من الله ولذيها بلسم شافي أرى لكم من خلال خطاب أرى لي يا ربي وكل بهم ملائكة كرام وراء يقول ونحن لا نحكم وربي نعمل ذلك عن الحاجة هذه والرد هذه ويبينونهم كأولو فعلا يبقونكم تاعوا بصميم المذيب مع الله وقتا ترجع فيه فتشمل كل جوال شخصية جوال المستعد باش قدر نفسه حق القدرة هو ليجر نازم الشيطان ويغلبه لأنه كذا الشيطان كان ضعيبا ويوم القيامة مش يستنكر لما أوضياءه يقولوا أنا دردكم لإستجبتم لأنا دعوتكم لإستجبتم فالمرها ذوما يبراوا بحمد الله تعالى لأن العلامات اللي يقتلهم نحن علامات كون الشيطان ليس بغأب بلواته وأنا المذيب بالله غير منقطع والحمد لله تعالى غير منقطع وكان حفر عليه رص المؤمن ورب سبحانه وتعالى غبي عن من سيعلمه لا عن يعلمه عن خلق هو يعلم الحياة لك وهو قصده دعوته ورب سبحانه وتعالى يقول استاذنا العلاج بالقراش يقول ربي سبحانه وتعالى حسد الناس والميترق 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 وهم لا يفتنون انبينوا لي الايام القادمة ان شاء الله 3040 حول الله والاقل من ذلك ما لا يكونوا مبسينوا اسباب انبعاث يديه ويقرأ مفكر كبير ويقرأ روائي ويقرأ مفكر ويقع والحمد لله ويكمل انسان صحته باش يترك عمل معين ويأخذ بدله عمل اخر ويبقى تعيشوا وبعدوا عن شغط الاثرق كان وما كان شغط من الهيئة ظالمة كما نعرف الى السلطة المقلبة لكن انا وقف مبريبة ومازر خمسة لاب واحد غرب اسلامهم على سنة ابن ابن ابا قدموا دفعة من عندك خمسة لاب واحد قدموا استقالتها لانه اول يمشي بابن ابن ابا يمشي بهم الى غرب الرحمن بيقوم مقالهم كالصراع من الدنيا والآمن اشتركوا في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته